لبيك يا علي القصف العشوائي لطيران القوات الحكومية الذي خلف وراءه خسائر بشرية ودمارا كبيرا في المنازل السكنية مجازر متتالية دفعت أهالي الفلوجة لتوجيه نداءات استغاثة لإيقاف القصف العشوائي الذي تتعرض له المدينة وفك الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على دخول ما يحتاجه المدنيون بدوره استنكر مجلس محافظة الأنبار القصف العشوائي على الفلوجة ودع القوات الحكومية إلى تركيز قصفها على مواقع تنظيم الدولة جاء هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي تنفيذ عشرين غارة ضد تنظيم الدولة أصابت اثنتين من الوحدات التكتيكية للتنظيم ومبان وموقع قتاليا قرب الرمادي كما استهدف مواقعه في محيط قاعدة الحبانية وجزيرة الخالدية تنظيم الدولة كثف من هجماته على مواقع القوات الحكومية في محافظتي صلاح الدين والأنبار حيث قتل ستة عشر من عناصر الشرطة على حاجز في مدينة طوز خورماتو شمال شرق محافظة صلاح الدين كما قتل تسعة من القوات العراقية بهجوم على مواقع عسكرية شرق مدينة حديثة وفي قضاء سنجار أعلنت مصادر محلية العثور على مقبرة جماعية في أطراف المدينة شمال العراق تضم جثثا أكثر من مئة أزيدي بينهم نساء وأطفال قتلهم تنظيم الدولة بعد استيلائه على البلدة ترجمة نانسي قنقر